فرجت وأصبح بإمكانك أيها اللبناني الاستحصال على بيانات القيد من دون معاناة هذه البشر زفتها المديرية العامة للأحوال الشخصية التي أكدت أن المشكلة على سكة الحل وبات المواطنون قادرون على الحصول على المساندات المطلوبة فكيف هو الأمر واقعا؟ ما كان فيه وراء فصار مثلاً 2018 2019 2020 2021 صار يقولوا يلي عنده هولي بهالسنين هولي الأربعة يجيبون منجيبه يجيبوا الإخراج للأيد نصدق لهم نية تحت من الدارة بتاريخ جديد طبعاً اليوم مثلاً ساعتها بصير صالح لموضوع مدرسة إذا طالبينه بالمدرسة وللموضوع أمن عام إذا طالبينه بالأمن العام تيسهلوا شوية موضوع المواطنين هلأ اليوم أنا بعدت البريد مع الموظف يعني أساس وبعدت معه ناس طالبي إخراجات آد بقى ما بنعرف إذا مظبوطة قضية الموضوع هالموضوع إنه بيبين معي بكرة عبكرة لما أجيب البريد بيبين إذا نحلط وعطوه إخراجات آد طبعية إخراجات آد هلأ مثلاً هيدا هلأ مثلاً هيدا اليوم إجا واحد إجا واحد هلأ طلب إخراج آد لبنته وعيلي ونسخة ولدي يعني هلأ سمع الخبر طيري إجا على السريع من الشرقية إجا دغري من الشرقية لحتى يوصل إخراج آد لبنته لما سمع الخبر مبيري قال لي شو مش الحال قلت له والله هيك ما بدأ أيا مش الحال قال لي طيب يعني عمل لي هولي لبنتي قلت له طيب فينا نقول تحسنت بدرجة تسعين بالمية الحمد الله وأنا شايف إنه لأ هلأ ما بق نوقع بهيك أزمات لأنه أخذوا تدابير بالداخلية وداركوا المواضيع كلها لقينا نشاط كبير الحمد الله كم مواطن صار جيل عندك؟ يعني ما بينعدوا لتوغزين شيء على شيء كان مأخر تسألوا فيك على التليفون قالوا لك إن حلت الأزمة صار في وراء؟ لا أنا نزلت عن نفوس وشفت بعيني يعني كل بريد اليوم ما رجع منه شيء الحمد الله كله منجز كنا ننطر يومين ثلاثة وأسبوع وعشر طيام هلأ اختلف الوضع الاتفاق مع قيادة الجيش مديرية شؤون الجغرافية نفذ وتم طبع الكميات اللازمة من بيانات القيد التي تسلم اتباعا لهذه المديرية وتوضع في مستودعاتها تمهيدا لتوزيعها على أقلام النفوس في مختلف المناطق صار فيه إخراجات قبل كان عم بقول المختار عشر وخمستعشر يوم وممكن هيده ببيروت إذا من الجنوب بديك تحكي بالشهر هني مبارح قالوا وطلعوا أنه قراءة الموضوع هلأ باليوم ما فيه تحال حل وفيه ما تحال حل بس على ما تقولوا على الحبر يا وراء بس هيدهين لا بس فيه ناس فيه يعني سألنا كذا مختار نزلوا على الضوائر وقال أنه الأمور تسيسرت حاولت أنت ترجع تروحا مختار تسأل؟ هلأ لا والله بعد إن شاء الله إن شاء الله يكون في حل حل هيده حق الشعب لما حق الشعب بده وسيئة ولادة إله لولاده أو فوته على المدارس ومن هنا فالاستفادة مباشرة للمعنيين مباشرة يبقى أن بات وزارة المالية بملف طلب نقل الاعتماد اللازم من احتياط الموازنة إلى موازنتها لاتباعة بيانات القيد الإضافية الأمر الأهم تلفيا للتجادد هذه الأزمة سابين درباس أن بي أن